فتعالوا بقى نروح لملفة تاني مناسبة برضو يعني كلامنا عايزيني اتكلم معاكو شوي عن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف اللي اعلن ان بكرة ان شاء الله يوم الثلاث سيتم اجراء قرعة الموسم الجديد موسم 22-23-24 للمراحل التمهيدية لدولي ابطال افريقيا وكأس الكنفدرالية وقرر اعفاء الاندية العشرة الاولى من تصنيف الخمس سنوات الخاص بالاتحاد الافريقي من المشاركة بالدور التمهيدي من دولي ابطال افريقيا معنى كده ايه؟ معنى كده ان الاهلي بطل طبعا دولي ابطال النسخة الاخيرة وبيرامتس حيتم اعفائهم من المشاركة في هذا الدور وحتكون مشاركتهم ابتداء من الدور ال-32 بالنسبة للكمفدرالية استقرر كاف على اعفاء اول 12 نادي من التصنيف ذاته من المشاركة في دور ال-64 من البطولة ومعنى كده ان الزمالك حيتم اعفائه من المشاركة في هذا الدور وحيبتدي مشواره في البطولة من دور ال-32 وحيشارك فيوتشر في دور الـ 64 طبعا نظرا لكونوا خارج قائمة الـ 12 نادي في تصنيف الكاف طبعا زي ما كل حضراتكم عارفين الأهلي بيحتل صدار التصنيف الأندية خلال الخمس سنوات الأخيرة الخاص بالكاف ويحتل بيرامتز المركز العاشر الزمالك في المركز السادس وفيوتشر في المركز الـ 57 في التصنيف كلام محترم جدا